كنت تتوقع أداء المصري بهذه الطريقة أمام فريق بحجم مازينبي الكل كان متخوف بصراحة وأنا نفسه كنت متخوف لأن مازينبي واحد من القوة الضريبة في القرية الإفريقية سواء كان في الربطة الأبطال أو موجود في الكنفدرالية لكن لعبة الناد المصري النهاردة زي ما أنت حضاك قلت أصبحت عندهم خبرات متركمة صحيح وبالتالي هذه الخبرات المتركمة هي اللي أدت إلى الأداء داخل مستطيل الأرض هل حضاك كنت تتوقع ده ولا لا؟ يعني أنا لمكنش متوقع لأن كان فيه مخاوف من مازينبي وإسم مازينبي النمرة اتنين ما كنتش لسه متأكد جيدا من الاتنين قلبي الدفاع دول اللي بعثوا عندي الطمأنينة وعند جماهير بورسعيات كلها ومصر كلها إن الولدين دول هيقدروا يسدهم بعزم الرجال المكان ده اللي هو كان فيه خلل يعني أنا مش بعيد في حد موجود كان فيه كلهم خير وبركة لكن دول أضافهم أولا أطولهم كويسة في الكرات العالية العرضية والحاجة ديان ممتازين فيها توقعوا الأرض تحت فيه حتة تاكتيكية بتتعامل من المدير الفني وممتازة إن هيسم العيوني أصلا ده بيلعب رجل الشمال فبالتالي بيخليه بمجرد بيمسك الكرة يزوء شديد إنه ونصف الملعب عشان هو يبقى زي باكليفت وبيبدأ يشتغل من ناحية الشمال أو يعمل لونج نادي المصري بيلعب في تاكتيكو أو بيعتمد في تاكتيكو على التحضير والإرسال الكرات الطولية ناحية اليمين وخاصة بيبقى الباصم عليها فريد شوقي النهار ده أنت أضافت هيسم العيون إنه هو يقدر يعملها برجله الشمال عند النحية العكسية عمد جريندو مثلا في الجابها اليمين دي بتدي كمان فعالية هجومية ممتازة لفرقة الناد المصري عشان كده بعد المباراة أقدر أقولك إن فرقة الناد المصري كده تبدأ تطمئن لها وكل جمال الناد المصري ومصر كلها تطمئن إن فيه فرقة كويسة لها أنياب حققية إن شاء الله بزيزة قبل ما نروح لمشواري المصري أيضا في الدوري ممتاز بيرامدز النهار ده أيضا حقق فوز مهم جدا على خارج الديار بعد ما حقق الفوز هنا على أهل ترابلس وأنا عشت في ليبيا أكثر من سنة هناك نعم وعارف شعبية أهل ترابلس فرقة كويسة من الفرقة التقيلة فرقة كويسة قبت إن طلعت يسبع تقدر في فترة من فضلك كان بيمرنهم أنا هقول لها داك على حاجة عشان بسا لكونوا مصادق يعني أنا أمكن لما عادك تواصلت معايا وإن أنا هاجي طب قلت تبعت مورة المصري قلت هتفرج على الماتش فين في مورسعيدي بقى مش هلحق البرنامج فأنا أسمت البلد بلدين وروحت ووصلت إسماعيلية عند أخوه يا كابتن سامير مرعي من الناس الشخصات الجميل من الناس الجمال لعبة الإسماعيل الجمال المحترمين وبيبعث لك سلامه طبعا من الناس المحترمة الجميل كلهم ناس محترمة وكابتن سامير عبد الرزق كلمني في التليفون وخلد الأماش كلمني في التليفون وأنا قاعد عنده هو ملتقل أحب على فكرة فاتفرجت الماتش عنده فما لحدش اتفرج على مباراة بيرامدز فسمعتها في الراديو وأنا جاي فأنا برضك ماتش بيرامدز الأولاني مع ليبيا مع أهل ترابلس قبل ما يجي الجون الأولاني في بيرامدز كانت فرقة أهل ترابلس ممتازة جدا وعمل ربع ساعة محاصرة فيها بيرامدز بشكل أنا استغربت بس بمجرد ما أكلوا الجون أو جافهم الجون بدأ يعبر الاستثارة فرقة البرامدز فرقة محترمة فرقة قوية معهم مدرب محترم الكابتن إهاب جلال شخصية جميلة ومدرب محترم جدا 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 فلذلك أنا بتوقع أن بيرامدز هيعمل شكل كويس في الدوري كمان مع إهاب جلال هيعمل هيمشي كويس زي ما مشي قبل كده إهاب جلال مع المقصة هو ماسك المقصة في الدوري فأعتقد أن بيرامدز فرقة تقيلة هو أريها كويس يعني المدير الفن بتاعها أريها كويسة عشان كده بيقدموا كرة كويسة جدا عندهم أنياب هجومية جندا جدا إبراهيم عادل ورمضان صبحي كل قوان مضحة في صراحة يعني الناس عندها خبرات عالية جدا وعندها مهارة فردية وحلول فردية قبل ما يكون فيه شغل جماعي مدير الفن قادم أنه هو يوظف كل لعب وأنه هو يطلع أفضل معه يا دكتور هو عنده حاجتين كويسين عنده حلول فردية من خلال لعبة إن كانتها عالية عنده شغل جماعي فالتنين بينصاروا في بيعملوا شغل كويس لفرقة كويسة هل ستتوقف في حالة عاقد